خلينا يا كابتن معلشة أستاذ الحديد خلينا نروح لأرض الملعب وزمينا فروس صلاح ولقاء مع المدير الإداري الكابتن الكبير طريق الغنام إليك الكلمة يا فروس من جديد وجدت تحية بالكابتن عيسام السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد السلعاء وكابتن طاهر رجب طبعا مباراة مهمة من فريق الناد الأهلي الفوز على الفريق مصر تأمين في المباراة الثانية أداء أكثر من رائع للناد الأهلي ومهم جدا يا كابتن عيسام أننا نكون عندنا في الجهاز الفني واحد من الأساطير اللي عارف يعني إيه شغف الجمهور وعارف يعني إيه سقف طموحات الجماهير للناد الأهلي بعد الفوز بأربع بطولات قالك لسه عندنا بطولات كتير لسه مستنيين بطولة الدوري طبعا من ضمننا في هذه الأثناء واحد من الأساطير للناد الأهلي في الكورت السلق كابتن طاري الغنام كابتن طاري أبراحب حضرتك على شاشة تقونات ناد الأهلي تحيات الكابتن هيسم السعيد كابتن محمد سلعوي وكابتن طهر رجب جيم مهم جدا ومهم جدا نحن نكون لمسين شغف جمهور النادر أهلي وسقف طموحات الجمهور النادر أهلي بعد الأربع بطولات لسه عندنا تحدي جديد بطولة الدوري دوري السوبر بيس دي الله أولا من بمسي على كابتن هيسم وكابتن طهر وكابتن سلعوي وبقول الجمهور الأول ألف مبروك على بطولة الكاس طبعا بطولة غالية وتضافي لبطولات السنة دي الحمد لله السنة دي احنا يمكن مختلفين عندنا ربنا كرمنا بربع بطولات اللي شاركنا فيهم قدامنا واحدة تعتبر أهمهم طبعا مش هن مش هنخفل ان الدوري هو اللي هو أهم بطولة في السيزون ان شاء الله بإذن الله الناس بشكلها الجديد وبالمستوى اللي بيقدموا اللعب الرجال اللي ماشي بي السنة دي ان شاء الله بإذن الله رب العالمين نفرحوا من السنة دي وهم عندهم كلهم زي أحمد سماعيل هو الشطة بتاعته مبسوط قوي وعمل يقول لي قول كلمتين فحق هلوين فببارك له طبعا من الرجال اللي أضيفت السنة دي للفرقة وببارك الفرقة كلها وبقول للجمهور ان شاء الله انتظروا منه ان شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن بإذن الله رب العالمين كما تنا كانوا بتكلموا في الستوديو التحليلي على الأداء في الكوارتر الأول والتاني جايبين خمسين بسكت الثالث والرابع وحذراتين خفاض المعدل التهديفي في الكوارتر الثالث والرابع كما تنا قالوا مش مبسوطين من الأداء في الكوارتر الثالث والرابع لا دايما بص مش هت انت ماشي بتريح اللعيبة بتعمل تغييرات بتشوف الناس المصابرات يعمل إصابة يبقى عندك كذا حاجة تعملها طبعا معدل ممكن يخطين خفض شوية لما السكور بيفتح يمكن دايما في الطبيعة اللعيبة المصرية ان ده بيبقى الوضع بس أنا شايف بالعكس يعني مروان سرح النهار درجة ودي حاجة مهمة جدا الدنيا الحمد لله احسن اي خمسة بينزولوا مع بعض بيئات دو في تشكلات جديدة يعني في الدنيا الحمد لله بالعكس أنا شايف انها كويسة وده المهم انت بتطلع بنتيج تلمطش يبقى 2-0 ودي حاجة كويسة الحمد لله سألت الكابتن محمود الخطيب أخيرا ليكم بعد التطويق بكأس مصر وإحنا زي ما قلنا مستنيين بطولات كتير جدا من فريق كورتسالة شايفها ازاي وانقلتها للعابة ازاي كابتن طار لا طبعا كابتن محمود صراحة كفاية مكلمته هو يعني مباشرة بعد البطولة دايما صراحة بيدينا تليفون بيحمسنا وبيقولنا بتوصل للعيبة وتقول لهم مبروك وعداء رجولي ومشرف ودي في حد ذاتها دعم طبعا كله بيتنقل الفرق لان هما مجرد ما بيعرفون ان كابتن حمود اتكلم في تليفون بتبقى دفع جمدة جدا وبشكره طبعا على الاهتمام وهو واقف معانا على طول وإحنا بنوعد ان شاء الله ان الجاي بإذن الله بنفس المجهود ونفس الأداء اللي احنا بدينه السنة دي بإذن الله كابتن طارو بالتوفيف المباردة اللي جاي بإذن الله وفتدور بإذن الله شكرا 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 كابتن عيسى مداك اللي قال طبعا مع الكابتن طاري المدير الإداري للناد الأهلي طبعا زما طمنت حضرتك ان شاء الله على عودة اللعبين المصابين خلاص عمر عزب اسبوعين هيكون موجود ايضا اللعب عبدالله ناصر ايضا وكل اللعبة اللي هي كانت غايبة النهاردة الجمال ايضا خلال اسبوع وعشر تهيما هيكون موجود طبعا فوز مهم النهاردة قبل المباراة المرتقبة طبعا المباراة التالتة ان شاء الله لكن يوم الخميس القادم من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسم السعيد وضيوفي الكرام زميل العزيز فروء صلاح بشكرك شكرا جزيلا